بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم تمنى تكونوا بالف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغليات غادي نتطرقوا الواحد الموضوع اللي هو هاد الايام دير ضجة وتكلموا عليه بساف ديال هاكا الصديقات ديالنا في اليوتيوب وتكلموا عليه ناس ممثلين ودروا ليسكيتشات وهذا اللي هو ديال القنوات اليوتيوب اولا اه كينا دبا يلا جيت انا نهضر على هادوك هاد انا وفلانا وفلانا من القنوات المحترمات اللي كيديرو الروتينات ربما انا كنشوف القناة ديالي محترمة غيري ما كيشوفهاش محترمة كل واحده وجهة النظر ديالو صحيح كنا اهضرنا وقلنا ما خاص يطيحوا بقيمة وبكرامة المرأة المغربية ولكن فاش قلست احتنا كنت هدرت على بعض القنوات قبل ولكن فاش قلست وفكرت مع راسي كل واحد حر في قناته هو ينشر اللي يعجبه مدام هي منصه مفتوحه اليوتيوب هو اللي غد يحاسبه اولا على اه الحقوق اللي خاصوه الاشياء اللي خاصوه هو ممنوع او مسموح ينشرها ياك مدام اليوتيوب مشرع لواحد الحاجة وهذا الشخص هذا ما عندوش حدود مع الله سبحانه وتعلا ما ديرش هو حدود اه مع الله يعني ما غديش يحشم الناس مدام هو فتح قناته وقال بالله تندير واحد الفيديو انا بغيت نتعرى فيه او انا بغيت نوري فيه مناطق او اه بحال شفنا ديال الروتينات اللي يسموهم روتينات وممشي روتينات اه هنا فكرت طبعا نفسي وقلت اه يعني كين شي حويش كنت تكلموا عليهم ولكن في الاخر كنت نجموع لش تكلموا عليهم ومن ضمنهم هاد القناوات هاده كان بعض السيدات اللي هما تسيه يعني امهات وهذا وعادي دروا القناة ديالهم عادي يبدوها عادية كاي قناة ولكن اه غراهم الطمع ولتاجوا لبعض السلوكيات اه غير مؤدبة وغير محتشمة وغير اه اخلاقية باش يطلعوا القناة ديالهم يبينوا اشياء اللي هي اه كتهينهم هما كأسر وكتهينهم كمسلمين وكمجتمع مهما كان يعني كين المجتمعات اللي ماشي مسلمة ولكن عندها اه حدود ديال الاحترام عندك تحتار بنفسها قبل الناس اه هنا فاش تقلسي مع نفسك تشوفهم هاده كل القناوات راه تطاحوا بعدها لانهم داروا الضجال الناس اللي كانوا يتبعهم كانوا محترمي لانهم ما داروش يعني هادك اللي غاي تتبعك يا اما هادك المشاهد اللي جدبتيه فاش طيحتي قناتك في الفخ دياله اه طلعي لمشاهدة باسلوب اه اه ماشي هو هادك ماشي ديال الناس المحترمة اه مبقاش لانك انتي ما قديتش تستمر في هادك لانه المتابعين ديالك كانوا واحد كانوا واحد اه واحد الفيئة مزيانة و اه عارضوك فاش عارضوك بغير ترجعي للطريق اللي كنتي فيها و مقدروش هاد السيدات يرجعوا لانه خسروه حتى المتابعين ديالهم اه اه دونك يا اما خاصهم يبقاوا في هادك الخط اللي هو السلوكيات غير حميدة وغادي تطلع لهم مشاهدة مزيان المهم الربح المادي اه ماشي الاخلاقي اه اه نحاف القناة اللي دارو ونتمنى ما يقرروا قناوات اخرى عمو مرا ها ضيعوا بزاف ديال المشاهدين ديالهم وضيعوا احترام المشاهد ديالهم وضيع احترام المتابعين ديالهم نجوا للناس اللي هي اساسا اساسا فتحة القناة غير باش تدير هاد هاد السلوكيات الخاطئ او هاد السلوكيات الغير محترمة او هاد هاد الناس الى جي تعدع عليهم هモو جي تهضر عليهم يعني هاد الجول المشاهدة هما أصلا أصلا ربما في حياتهم العادية هما خارج الطريق يعني مدام هو في حياتهم العادية خارج الطريق هو هنا نقوله مثلا لأن حتى الله سبحانه وتعالى يقول العبد يلو إلى غلط أو در شيء حشف فليستتر كلنا عباد الله خطأناه وكان نخطأه ما زال يومنا هذا ولكن الإنسان يستتر ويحشم ويتوب مدام أنت استرتي راسك الله سبحانه وتعالى غادي استرك ولكن المصيبة هي فش الإنسان كي يعني تلدد بأنه ينشر أو يوري أو يفشي الفاحشة وهذه هي اللي العقوبة ديالها عند الله أكبر من هذك اللي كيدير الخطأ ولكن هو كيستر راسه كينفرق لأنه أنت ندرتي خطأ بينك مع الله سبحانه وتعالى يقدر يغفر لك في أي لحظة لأن الله سبحانه وتعالى ما قالش يعني ما غديش نغفر هذا وهكين أشياء غدي حاسفون عليها هي بيننا مع العبد ما ديال الله سبحانه وتعالى يقدر في أي لحظة يغفر لنا هذ الناس هذو مدام هما فتحوا قناة ونشروا عليها هذ شيء هما ره دار بين الدين والأخلاق وكل شيء في عرض الحائط أنا أتكلم عليهم وعليش أنت أنا أتكلم عليهم وعليش أنت أعالي هنا أتت تشريهم يعني أتت نشريهم أنا شخصيا ما كنت أعرف هذ القنوات ما كنت أشتم ولكن في اسمات قنوات هضرت عليهم وسكيتشات ممثلين وناس داروا عليهم موادع لأنهم ستجدون شيء من الذنوب لأنهم ستجدوني آنا نقلب لهم وفلان 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 لذلك نتمنى من عند البنات لا يهضروا على هذه المواضيع لأنكم غير تنشروهم وكتشجعوهم الموضوع الأخر هو ركين قنوات أو يتغدوا عندهم الغداء مثلا أنا لبس جلابتي مقلوبة سيقلبوا بالريق ناشف على موضوع لأنهم هما هذا هو القوة ديالهم وقوة ديالهم على ظهر الأخر وهنا هاد الناس نساوا أنفسهم حطوا أنفسهم كأنهم هما هذا ناقدين مع أنه ليس الخدمة ديالهم لكل شيء لكل إنسان يغلط يدير سواء مع الوالدين ديالهم مع الزوجة ديالهم مع الأخ ديالهم كي ينشي حاجة قد ينتكلمون فيها مثلا موضوع ولكن ما نشدو هاد شيء سلسلة يعني صافي تشدو انت صافي هذا هو هذا والشغل ديالك الشغل تصور ما بقوش الناس ما در هتا واحد خطأ يعني أنت ما عندك على شنو تدير وهذا فخ كبير دخل له هاد الناس علاج أولا أنت كتعيب أي واحد در شي حاجة خطأ كأنك انت خالي من العيوب وهنا راه عندك ولادك سننبه هاد السيدات أنا كنت أتكلم هاد السيدات ما كيهمونيش ذوك الشباب اللي ديرين قناتهم على نفس شيء بزاف دير الشباب فاتحين قناتهم على هاد شيء ولكن أنا هنا كننبه السيدات اللي عندهم وليدات ومتزوجات ويعني ماشي مراهقات سيدات وأنا كنحتارمهم صراحة ولكن كننبههم على أنهم دخلوا في تعيب الأخر وخلاص راه ماشي ما كنت واحد خالي من العيوب واحد خطأ مع والديه راه احنا ما معصومين من الخطأ الموضوع بزاف دناس كتخطأ مع والديها غير هادك خرج للعالن واحد خطأ مع الزوجة ديالو غير هادك الموضوع خرج للعالن بزاف الناس كيخطأ مع الزوجة ديالو الزوجات كيخطأ وهكذا واحد فش سر واحد راه موجودة هدي في المنشماعات كاملة يعني لاش دي انت تقول لاش فلان فش سر فلان فلان فش سر فلان هادك هي هادك هو التربية ديالو انت ما غديش تجي تغيره هنا تقدر تتكلم تفتح موضوع تقول راه إفشاء السر يعني مدموم راه ماشي صح راه سلوك خاطير هذا ولكن ما تبقىش تجبد الناس بعينها لماذا؟ لانك عندك وليداتك وراء هذا الشي يقدر يخرج لك في وليداتكم يقدر السيدات يخرج لكم في وليداتكم حافظوا وردوا بلكم لانه كل من نعته في الناس بصباحك راه أقرب عاد الأصابع ستراجعين له هذي نقطة نجيل واحد نقطة أخرى هي بعض القنوات بعض السيدات وانا صراحة متبعتهم ولكن فش كيتكلموا كي يبقوا دائما هما حاطين على صحابات القنوات الأخرى مثلا كي يبغي هو يوصل واحد المعلومات كي يوصلها على أنه كنحس أنا بالكلام هو أو كلام ها هي أو كلام هاد الناس على أنه إحنا بعد ذاكين صحابات القنوات الأخرى راه وقفي اليوم هنا انت بغيتي تصحح خطأ بخطأ ما يمكنش بغيتي تصحح خطأ احترم بعد ذاكين الناس اللي معاك في القنوات كل واحد حر شنو ينشر في قناته بغي هز وصفة من هنا كل الوصفة كيك معروفة في العالم كامل ولكن كل واحده بطريقته بش كيديرها ربما أنا حاطة كيك موجودة 60% من اللي بنات في اليوتيوب حطته بحالة عادي وربما أنا فرقت المصروف بطريقتي جاءت واحد اللي بنته هزت نفس الموضوع ولكن فرقته بطريقته هاد شي شرح حر مدام انت شرطي موضوعك على العالم راه من حق اي واحد غد يهزو ومن حق اي واحد يعدل عليه ويحطه بطريقته ما يمكنش انتج يتسيطر على الناس شكون يهزو شكون ما يحطو شكون يحطو شنو اللي غد يتبع كان نتمنى من هاد السيدات وهاد الناس اللي حطوا فيديووات مؤخرا ويبغوا زي ما كين ينصحوا فيهم وصدقهما من الهضرة ديالهم بينا بلا راه بعدها كينقع الناس اللي معاهم في الميدان أو معاهم في اليوتيوب وقفي اللي هنا كنتمنى يراجعوا انفسهم يسمعوا الفيديو ديالهم مزيان ويسمعوا واحد القمة ديال الحقد والحزد على صحابة القنوات اللي معاهم كيقدموا المحتوى ديالهم وعندهم حق حتى ما يقدموا المحتوى ديالهم اشتركوا في القناة و هذا خطأ الناس يقفت معكم في حد الوقت محتاجين الناس يقفت معكم و الناس ساعدتكم الناس دائما تتحاول تتفرج في الفيديوات ديالكم و كنتوا يعني كنا معجبين بكم ولكن للأسف تبينتوا على انكم يعني دكشل كانوا الناس يقولوا فيكم صح و كنتي لغاليات كنت هاد الفيديو انا كنت جايباء روتين عندي في عدة اشياء مسجلتوا في شحل مرة يعني كنت كنسجلكم شعاجة كتصولون عليها و كنحطا لكم و كنصورها في الروتين ديالي و كنخليها كنقول مكلاش نحطها في هاد الروتين خلي حسن نحطها في الروتين اخر كنصيحة الله يهدي الجميع الله يهديني و يهدي الجميع ان شاء الله واللهم ما اجعل لي نورا من نورك على وجهي و ضياء سلطانك امامي بقى قولوا هاد يا البنات و الانسان يهرب 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 من النوق الاخر نتمنى هاد الفيديو يعجبكم نتمنى الناس تستامع له نتمنى كل واحد يرد باله و يديها غير فراسه في القناة ديالو يحط النصيحة ولكن احنا ما لا احنا منا مسيطرين على الناس الناس اللي كانت خارجة للتراكرا ماشي احنا اللي غاد يردوهم و احنا الى هادرت الناس في الناس فاصحاب الروتينات هادرو عليهم لكن يمسنا لاني انا عارف راسي و انتي عارف راسو كل واحد عارف راسو ما كلاش نجبدو هاداك الموضوع باش نكبرو الشان لهدوك القانوات و نزيدوهم في الفرجة و يمشونيك المتتبعين ديالنا يقلبو عليهم واني بيكم و ري نحبكم كاملي